عنا? حج فطنة. الو? ايوة دكتور. فضلي يا حج فطنة. ازيك يا حبيبي? الله يستورك ويبارك فيك يا حج فطنة. بنا خلك انا بشوفك عالصح اه عالصحة كده بافرح. الله يستورك ويديك الصحة والعافية. والنبي يا ابني انا عندي ثمانين سنة بس انتعاد بصلي بانت الصلاة. ناشي. اعمل ايه? تصلي بتنسي انك بتصلي كم ركعة? بصلي يعني بس ع ساعات اتصلي ركعة اقول ده انا ما صليتش. اقول لك ده انا صليت. اقول لك دلوقتي حج فطنة ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يخليك يا رب تبدأ العساسة والشك مناور كده. الله يستورك ربنا يخليك. الله يخليك ويديك الصحة والعافية. ربنا يخليك يا عج فطنة. الله يخليك يا عج فطنة. فضل يا فنة. فطنة بتقول يا مولانا عندها تمانين سنة ربنا اديك الصحة والعافية بتصلي. يعني نموذج عظيم يليت الشباب يعني يتمثلون ويأخذون ويعتبرون من السيدة فاطمة رضي الله عنها نسل الله سبحانه وتعالى أن يبرك فيه اسم فاطمة ده عزيز على القلوب ليه لأن أحمد شوقي قال لسيدة فاطمة الزهراء ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها فيحق فاطمة عما تيجي تصلي أنا عن تمام سنة الزهيمر أو غير ذلك أو مثلا بان سعدة الركعات ممكن أعمل على إيدي مثلا أنا أصلي الظهر أربع ركعات فأعمل بيدي كده مثلا ركع الأولى كده هكذا أشاور على أقل إن أنا بصلي في الركع الأولى وتذكر جيدا الفاتحة والركوع والسجود وتذكرت ما بينهما الصلاة صحيحة طب يا مولانا أنا بصلي هو تذكرت قلت الفتحة وفي الركوع تذكرت وفي السجود تذكرت عن ربي العظيم سبحانه ربي الأعلى حتى لو مرة واحدة هي الثلاثة عند الشفعية لو ذكرتها مرة واحدة والإنسان الصلاة صحيحة لا شاء في ذلك أعمل بيدي كده يبقى لركع الأولى انتهيت وقمت أعمل ركع التانية هكذا يبقى أنا عارف أن أنا عملت كده ركعتين أو أعملهم كده أضمهم كده شفت أنا ضميت إيدي هكذا يبقى كده أصليت ركعتين أتلت هكذا الرابعة هكذا وصبع ده أعمله كده يبقى إذن أنا باتذكره لغاية معتاد وتعود على ذلك ودائما وأنا بصفي ذهني أصلي لله تبارك وتعالى والله تعالى أعلى وأعلى